نشاء الله نحن نأخذ الـ design of reinforced concrete beams under torsion هنصمم الكاميرات اللي هي معرضة لتورشن طيب تعالى نشوف التورشن طبعا انتوا عارفين التورشن هو ايه تعالى نشوف مثلا عندنا الـ structure القدامي ده عبارة عن مظلة مظلة العربيات مثلا أو لمحطة باس أو كده عبارة عن cantilever slab عاملة زي البلكونة كده دي cantilever slab متشالة على كاميرا والكاميرا دي متشالة بعد كده على عمودين ده structure ده بتعمل في محطات الأوتوبيسات بتعمل في الـ parking في الـ parking بتاع العربيات انا مريش هعمل mute عشان فيه صوت mute all واسمح لكم تعمله mute لو حد عايز يسل في المحطات في الـ parking بتاع العربيات أو كده دي بتبقى مجرد حاجة بتعمل مظلة للعربيات وكده فالـ cantilever slab ده متحمل على الكاميرا ديه والكاميرا ديه متحمل على العمودين طيب الاسلابة ديت عاملة زي عبارة عن cantilever اللودز عليها بتبقى بالمنظر ده uniform load وزن الاسلابة لو فيه اي تغطية من فوق للعزل عشان المطرة واتيفر يعني اي live load اي امكان ده بيبقى uniform load على الاسلابة كده الاسلابة ديت شغالة cantilever زيها زي cantilever اللي انتو خدتوه في الكاميرا فبيبقى بتعمل cantilever ده fixed في الكاميرا اللي هنا يعني لو حابيت ارسمه لوليستاتيكال سيستم هيبقى عبارة عن هيبقى حاجة بالمنظر ده كده و fixed في الاخر بالمنظر ده كده ده cantilever بتاعنا هيبقى عليه bending moment حاجة بالمنظر ده كده moment على cantilever ده اتجاه المومنت بتاعنا المومنت ده بيروح فين؟ بيروح للقاميرا الكاميرا دي هي اللي بتشيل المومنت بس هتشيل المومنت ده ازاي؟ تعال نرسل كده شكل bending moment بتاعنا ده المومنت اللي جاي من cantilever رايح للقاميرا بيلفف في اتجاه clock wise في اتجاه عقارب الساعة الكاميرا ديت لو هي مش ممسوكة في العمودين هتوم مغضى ال cantilever واقعة انت بتلففها كده لو هي فري في الهوا كده هتلف لكن العمودين مسكين الكاميرا ديت اتمنعينها من الوقوع وبالتالي هازم بفيه reaction اللي هو السهم بقى التاني الاخضر ده اللي هو الanti clock wise الرياكشن ده ماسك الكاميرا في الاطراف بتاعتها وبيأثر بمومنت عكس المومنت الاحمر دوت بحيث ان الكاميرا ديت بقت متزن فالعملية ديت اللي هي المومنت الاحمر ده اللي حوالين المحور بتاع الكاميرا ده باسمه ترش يعني احنا اللي عندنا في مومنت بيلفف حوالين محور كاميرا المومنت ده بنسميه Tortion اللي بيعصر الكاميرا بيعمل العملية اللي ده بيعمل التواء أو لي في الكاميرا فده اللي هيسبب لي Tortion على الكاميرا ده اللي احنا هناخده النهاردة حاجة بتعمل Tortion بالمنظر ده تعالوا نبص كده للقطاع بتاع الكنتليفر سلاب ودي الكاميرا اللي هي شعيلة لما اللودز تيجي على الكنتليفر سلاب الكنتليفر سلاب بيحاول يلف فييلف بالمنظر ده كده فياخد الكاميرا معاه ويلفف يعني جزء المنقط ده كده ده الدوتي ده شكل بتاع الكاميرا في النص هنا اللي هو هيلف مع الاسلابة اللي بتحصل لها الروتيشن بالمنظر ده لكن عند الاطراف العمود مسكة فتلاقي انه عند الاطراف فيفضل السكشن رأسي كده بتاع الكاميرا فده كده تلاقي جزء من الكاميرا لف وجزء لف في الاتجاه العكسي او بقى مانع الدوران فده بيعمل التورشن اللي على الكاميرا ده بنسميه اكوليبريم تورشن هو في حاجة تانية غير الاكوليبريم تورشن؟ آه في حاجة اسمها كومباتابيليتي تورشن ايه الكمباتابيليتي تورشن دوت؟ تعالوا ممكن نبص على الوايت بورد لو انا عندي نفس بس الاسلابة اللي احنا كنا رسميها من شوية ديت بس مش كانت ليفر اسلابة كده متشالة هنا مثلا على الكاميرا نشير الرسم طبعا ايه سكتشات سيئ جدا متشالة على الكاميرا في الاول وكاميرا في الاخر الاسلابة ديت هيبقى البندج مومنت عليها زي اي حاجة سيمبلي سبورتد هيبقى فيه بارابولا w square لكن في النهايات البلاطة ال rival بين البلاطة والكاميرا ما هياش hinge صريحة مش pure hinge لا ده فيه يعني هي registered connection وبالتالي لازم بيه نيجاتيذ مومنت هنا عند الاطراف فاتلاقي ان فيه هنا نيجاتيذ مومنت اللي هو كنا بناخده في الكاميرا كنا بناخده قيمته كان w square على اربعة وعشري هتلاقي فيه نيجاتيذ مومنت هنا ونجاتيب مومنتين. يبقى اذا الولاطة متشالة على الكاميرتين دول بدابلو الاسكورة على تمانية ولكن عند الاطراف في شوية نجاتيب مومنت شوية النجاتيب مومنت دول بيتنقلوا للكاميرا بالمنظر ده كده بنفس الطريقة اللي قلناها من شوية. الناحية دي والناحية التانية برضو زيها في نجاتيب مومنت كده منقول للكاميرا. النجاتيب مومنت ده بيروح للكاميرا يعمل عليها تورشن. زي عاملة الشاد اللي احنا هنلا من شوية. بس التورشن ده ده بنسميه كومباتيبليت تورشن. ايه الكومباتيبليت تورشن ده؟ التورشن ده لو الكاميرا فرضا يعني. لن تقول ان الكاميرا دي مش قادرة تشيل التورشن ده. هيحصل ايه? ولا اي حاجة. هيحصل شروح في الكاميرا. والدابلو الاسكورة على 24 دي هتدرب. يعني هتبتدي تحاول تتكون فالكاميرا مش هتشيلة فتوم نازلة. يحصل دروب في الدابلو الاسكورة على 24. صحيح هتبقى شكلها مش كويس وفيش روخ وبتاع. بس مش هتوقع. لان هتشتغل سيمبيلي سبورتت في الآخر. تمام؟ يبقى الكمباتيبليت تورشن ده لو حصله دروب دوتو الدزاين مش صح. مش هيوقع. لكن تعالى نرجع بقى للايه? للكيس زيت اللي هي الشيد ديت. لو هنا التورشن ده الكاميرا دي مش قادرة تشيل تورشن إلا يحصل. ده كانتليفر. ده عمره ما هيتتزن. لو النيجاتيب مومنت الهنا ده في نهاية الكنتليفر ده مش قادرين نحققه. مش هيتتزن هيوقع. يعني لو الكامير دي ما بشيلش تورشن هتلاقي الكنتليفر ده وقع على الأرض على طول. فده الفرق بين الكنتليفر والايه كومباتيبليت تورشن. طيب. لو انا عندي بقى الكنتليفر سلاب ديت ممتدة الناحية التانية طلع من سلاب جوه. زي اللي احنا كنا اخدناه في الشيت عندنا اللي هي السلاب وإذا كانتليفر طلع من الجوه السلاب. هيحصل ايه? هل هيعمل تورشن على الكاميرا؟ لا مش هيعمل. ليه? لان هيجي لي مومنت من الناحية دي ومومنت من الناحية دي يتزنوا مع بعض. نبص نلاقي الكاميرا رأسية كده مش يحصل فيها اي دوران او اي روتيشن. اي تورشن يعني. فهنا اتزان المومنت بتاع الكابولي مع الكنتليفر مع الاسلابة اللي هي الداخلية المومنت النيجاتيب مومنت اللي هنا مع النيجاتيب مومنت اللي هنا هنلاقي في الاخر ان الكاميرا مش هيتنقل لها تورشن وهتفضل يعني رأسية بالمنظر دوت فمعظم الاسلاب اللي بنطلع منها كانت ليفر ما بيأثرش بقى على الكاميرا اللي هي عند بداية البلكونة ديت لان الاسلابها طلع من جوة طلع من بلاطة تانية وبالتالي المومنت بتنقل من دي لدي من البلاطة دي للبلاطة دي ما بتحسش بيك كاميرا طبعا الكلام اللي بقول ده مش صح 100% يعني طبعا اه في شوية تورشن بتنيله بس يعني ديت لسي ان ايه ان تورشن كان بي نجليكتد يعني ان الكابولي المومنت بتاعه دخل على البلاطة اللي جوة ويتزنوا مع بعض والكاميرا زي الفل لكن الحالة اللي فوق دي مفيش حاجة اسمها كده مفيش بلاطة جوة الكابولي لازم يرمي على الكاميرا وبالتالي هيحصل تورشن يعني هيحصل ده الكيس بتاعة الكليبريم تورشن طيب تعالي نشوف بقى احنا زي ما اتفقنا الجزء اللي في النص ده في ريه شوية نوع يتحرك المومنت او التورشن اللي جاي عليه بيلففه والجزء اللي عند العمود العمود ماسكه فيحصل ايه يحصل ان فيه كان فيه الجوة ده بيلفف كلوكويس والعمود منعه بيلفف انتكلوكويس فتلاقي كاميرا حصل لها دفلكشن بالشكل ده ده شكل اللون البيج دوت ده شكل الكروس سكشن يعني بديك شكل تخيل الكروس سكشن بعد تأسير التورشن بقى اعمل ازاي فنلاقي اللي في النص ده لفي يمين شوية واللي قابله اللي في النص بالزبط ده هتلاقي لفي كده ايه كلوكويس واللي قابله لفي بس حتة صغيرة واللي عند العمود ما لفيش طبعا هما ريلاتيب لبعض كأن يعني كأن ده لفي يمين وده لفيش مال لكن الابسوليوت ان اللي في النص حصل له الروتيشن واللي عند العمدان ده ما حصل لهش حاجة طيب نتيجة الدوران دوت بيعمل شير ستريسس لما بتعمل تورشن على حاجة بيعمل فيها شير ستريسس فبيولد كراكس بالمنظر ده كراكس دي بتبقى في ناحية ناحية ايدك الشمال كده هتلاقي كراكس السولد لها اتجاه معين وناحية ايدك اليمين اللي هو الفيس اللي أنا مش شافه من الكاميرا هتلاقي كراكس الدوتت عكسها فهتلاقي بنسميها سكيو كراكس سكيو كراكس بقى في اتجاه في ناحية بتكون الكراكس لها اتجاه وفي الناحية التانية بيكون الكراكس لها اتجاه تاني عكس بعض بالزبط فدي بنسميها سكيو كراكس طيب هي بقى مش بس يمين وشمال لا ده فوق وتحت يعني شافي الابر فيس ده واللور فيس فيه كراكس حقيقة الكراك ده بيبلافف حوالين الكاميرا بشكل حلزوني تعال نشوف كده صورة لكاميرا مختبرنا في المعمل دي كان طالب دكتوراه سنة 2003 أو 2004 على ما تذكر كان عامل عندنا في معمل الخرصانة في جامعة القيرة عبيعمل اختبارات تورشن على كاميرا هاي سترينز كونكريت وعمل بحيث يعمل علىها تورشن ده كده شكل الكراكس اللي الطالب دوت سجلها في الكاميرا فبص كده على الكراك ناحية ناحنا هنا بص الكراك طالع ازاي بص بقى فوق فيه كراك تاني ماشي بنفس الـ لو روحت الناحية التانية هتلاقي الكراك ماشي بنفس الـ يعني هيجي كده لغاية لما يجي هنا يوم قابل من تحت فيه شرخ في الـ بوتوم فيس بتاع الكاميرا يمشي برضو كده يطلع هنا عند النقطة دي يوم طالع فهو كراك حلزوني ماشي سبايرل حوالين الكاميرا يبقى كل الفيس بتوع الكاميرا مشرخين الكلام ده مختلف شوية عن الشير في حالة الشير كان عندنا الكراك في الـ ناحية دي ونحية الورا وفي نفس الـ يعني لو الشرخ كده هيبقى ناحية التانية زيه برضو كده لكن الـ أو ما اللي همشي دعوا بقصة الشير الشير يعني كراكس موازية البعضة هنا لا هنا سكيو ده في اتجاه هنا الناحية التانية عكسه وفيه كراك فوق وفيه كراك تحت فكراكس إيه هليكال كراكس ده شكل إيه الكراكس اللي بتحصل في حالة وجود تورشن على الكاميرا طيب نحسب إزاي بقى التورشن على الكاميرا عشان نبتدي حساباتنا أو نبتدي نعمل الدزاين أول حاجة احنا بنحسب المومنت اللي جاي من الكانتليفر سلاب دي كانتليفر سلاب طوله طول الكانتليفر اللي كانتليفر عليه يونفرم لود WS ده لود طبعا للمتر المربع اللي هو لود يعني برميتر سكوير ومسلا لو فيه هاند ريل أو لحاجة يعني يعني ممكن يبقى موجود أو مش موجود مثلا يدي لود P ألتمت بالكيلو نيوتن للمتر عايز بقى أجيب المومنت هنا طبعا ده كانتليفر سهلة جدا هيبقى اللود ده في مسافته واللود اللي يونفرم في مسافته يبقى يطلع ال M هيساوي P ألتمت في L كانتليفر زي ال WS ألتمت في L كانتليفر سكوير على 2 طبعا ده بالكيلو نيوتن متر للمتر ليه؟ لأن اللود ده للمتر مسطح فأنا عشان أجيب مومنت باخد شريحة من الإسلابة متر شريحة متر شريحة متر في الاتجاه اللي هو out of plane يعني اللي هو عمودي على السلايد كده فالمتر ده اللود اللي عليه دوت لما بجيب المومنت بتاعه يبقى المومنت ده للمتر دوت يبقى كيلو نيوتن متر للمتر أو لو مشيق باليونيتس حتى P ألتمت ده كيلو نيوتن للمتر والطول الكانتليفر هيبقى بالمتر فيبقى كيلو نيوتن متر للمتر يعني كيلو نيوتن لل resonate على متر في meter يبقى كيلو نيوتن متر على متر يعني كل متر من عرض السلابة في كيلو نيوتن نفس الكلام هنا ده كيلو نيوتن للمتر في متر فانت تبص عليينيتس كده تلاقي كيلو نيوتن طب transistor هو مومنت يبقى كيلو نيوتن متر على المتر يعني في الآخر الإيميتس كان لو شلت المتر مع المتر بتطلع كيلو نيوتن بس صبعا هي مومنت للمتر طيب تعال نشوف فقا المومنت ده هدي الكاميرا بتاعتنا جالها ال MS Ultimate هتبقى متوزعة اللي هي الأسهم اللي احنا رسمناها باللون الأحمر من شوية هتتوزع يونفروم على طول الكاميرا زي ما احنا شايفين كده والرياكشن اللي هو الأخضر اللي هو عكس الاتجاه اللي هو عند السبورتات طيب عايزة أحسب التورشن اللي على الكامير ديت هتعامل معاه ازاي خدت ويمكن السنة اللي فاتت ان التورشن بنتعامل معاه ازاي وزاي الشير بالزبط الشير لما يكون عندي يونفروم لود على كاميرا بيبقى فيه رياكشنين WL على 2 فالشير يطلع بWL على 2 وينزل كده يونفروم يونفروم يعمل مسلسين لغاية لما ينزل تحت خالص ويرد تاني بWL على 2 نفس الكلام هنا هنطلع بالرياكشن اللي هو يمثل المومنت دوت اللي هو الأخضر لفوق وننزل يونفروم 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 بالإيه بالمومنت الأحمر دوت كأن يونفروم لود كده 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 يبقى صفر في النص ويكمل وبعدين يرد تاني بالرياكشن ده ده شكله انا مش هرسمه هنا دلوقتي بس طبعا متخيلين وكده في دماغنا عايز بقى اجيبي الشير في اي مكان سوري التورشن في اي مكان همشي بنفس طريقة الطريقة كنت بعملها في حالة الشير اللي هو ايه لو انا عايز هنا على بعد X مثلا التورشن على بعد X هنا يبقى يساوي الرياكشن ده نقص اللود ده في المسافة X زي الرياكشن اللي هو WL على اتنين نقص W في X نفس الكلام الرياكشن هنا اللي هو الاخضر ده نقص التورشن اللود اللي هو الاحمر ده في المسافة X طيب الكريتكال سيكشن للتورشن هو دايما زيه زي الكريتكال سيكشن للشير هو على بعد D على اتنين من وش العمود ده الكريتكال سيكشن for تورشن ده على بعد D على اتنين من وش العموده هو الخط الأزرق ده فأنا لو عايز أجيب التورشن عنده أجيبه إزاي هيبقى الرياكشن نقص التورشن مومنت في المسافة ديت اللي هي سي على الاتنين زائد دي على الاتنين سي على الاتنين هي نص عرض العمود ودي على الاتنين اللي هي نص عمق الكامر الرياكشن بتاعي لو ده اسمه مس ألت متل اللي أنا حاسبه من شوية هوت اللي جاي من البلاطة يبقى الرياكشن بتاعنا لو ده ms.ultimate يتضرب في الطول على اتنين يبقى زي wl على الاتنين بالظبط يبقى هنا ms.ultimate في l على الاتنين يبقى التورشن اللي هنا هيبقى ms.ultimate في l على الاتنين ناقص ms.ultimate اللي هو الأحمر في المسافة ديت اللي هي c على الاتنين زائد d على الاتنين يبقى mt.ultimate أيضة critical section ms.ultimate في l على الاتنين which is a reaction ده كده التورشن عند الكريتكال سيكشن بالكيلو نيوتن متر طيب نبتدي بقى فيه شوية حسابات غلصة جدا ليه علاقة بقى بالتصميم للتورشن هنبتديها من السلايد دي والسلايد اللي جاي هي غلصة بس مش فرق معك في حاجة يعني انت هي مجرد إكويشنز وعندك سواء في متحان ولا في شيت ولا بتاع هي الدنيا أوبين بوك يعني فما فيش مشكلة أول حاجة بنحسب لو الكاميرا أبعدها بي في تي ده الديمينشنز بتاعتها عرض الكاميرا بي وعمق الكاميرا تي بيبقى المسافة بين محاور الكانة هنسميها بي واحد أو بي وان وبين هنا هتبقى تي وان يعني عندي بي وان و تي وان هي المسافات ما بين فروع الكانة بي وان في العرض و تي وان في الدبس الاريا اللي جوه الكانة ديت اللي هي متغشرة باللون الأزرق دي بنسميها A-NOT-H A-NOT-H H دي denotes for hoop الستيرابس اللي أمريكان بيسموها hoop reinforcement يعني ساعات فين حمل على إيه ستيرابس transverse reinforcement hoop reinforcement كل دي أسماء لنفس الحاجة اللي كانة اللي كانة ستيرابس أو hoop reinforcement H-O-O-P أو transverse reinforcement فالأمريكان بيسموها hoop فالجزء دوات يعني يمكن متخد من الكود الأمريكي فالسيمبلز هي شبهها بالضبط يعني فهي A-NOT-H اللي هي الاريا المحصورة بالهوب بتاع الكاميرا اللي هي الكنت B-1 هتساوي ال-B نقص 50 ملي طبعا إيه اللي هو الـ 50 ملي اللي هو إيه المسافة الكفر الخارجي من هنا ومن هنا اللي اتنين مع بعض كده 50 ملي هو ال-B-1 B نقص 50 T-1 هتساوي T نقص 50 ملي A-NOT-H A-NOT-H اللي هي الاريا اللي بين الكنات يعني هي P-1 في T-1 اللي هي الاريا الزرق في حاجاتها اسمها A-NOT مش لازم نعرف معناها يعني هي هتجي في وقتها A-NOT هي 0.85 من A-NOT-H 5% من A-NOT ماشي؟ سوريا من A-NOT-H A-NOT هي 0.85 من A-NOT-H طيب بعد كده الاريا ديت اللي هي المحصورة بين اللي هي الاريا الزرقة ديت اللي هي A-NOT-H الكود بيعمل ايه؟ بيحولها الى بوكس سيكشن يعني اكويفلنت يعني ماشي تعالى نبص عليها هنا كده الشكل ده يعني يقولي لو خدنا الاريا الزرق ديت وحولناها الاريا قطاع بوكس بالمنظر ده كده القطاع ده العرض بتاعه قدي يعني قطاعه حوالين الكانة طبعا يعني ده كده بيحوط الكانة عرض أو سيكس 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 وكده في الاريا بتساوي المقدار المقدار في التخانة بتاع يعني التخالي البوكس سيكشن ده عبارة عن عايزة احسابله الاريا عن طريق اننا اجيب المقدار بتاعه في sickness بتاعه كويس يبقى T effective times البرامتر بتاع الكندا يديني الarea الزرقة اللي هي نفسها A note H وبالتالي لو انا عايز اجيب T effective هقسم A note H على البرامتر دا T effective بتساوي A note H على البرامتر افهو P H الP H البرامتر افهو ده سهل بقى نجيبه اللي هو P1 زائد T1 زائد الP1 زائد T1 يبقى اللي هو اتنين في P1 زائد T1 ده البرامتر افهو او البرامتر اف السيروب لو اسمت الA note H على البرامتر اف السيروب هيديني sickness of equivalent box section اللي هو T effective يبقى كده احنا جبنا اول معلومة محتاجين هنا او مش معلومة هم التالت معلومات الA note H والA note والT effective دول هنستخدمهم في تصميم التورشن التالت معلومات دول طيب reinforcement for torsion الكود المصري ادى limits لتسليح التورشن قال لك لو التورشن عندك التورشن stress ده هنشوف دلوقتي هنحسبه ازاي اقل من 6% جزر F F U على Gama C نجليكت التورشن ده تورشن صغير عبيط ملوش اي لازمة نجليكته ما تصممش عليه لو التورشن اعلى من القيمة ديت او قدها يعني لـ 0.06 square root of F C باي Gama C لأ يبحط تسليح للتورشن دي اول حاجة طيب التورشن stress ده بيحسبه ازاي بيحسبه المعادلة ديت MT ultimate اللي هو التورشن moment اللي عند الكريتكال سكشن على اتنين A note حسبنا الA note اللي هي 0.85 من يونة H اللي هي في السلايد اللي فاتت في T effective اللي هي الإكويفلنت sickness للبوكس سكشن يبقى دي كده معادلة التورشن stress نحسبها من المعادلة دي ونقارنه بال 0.06 لو أكتر منها يبقى التورشن ده مهم وهاعمل له ايه حساباته لو أقل منها يبقى ايه شكرا نجليكت وما كان ما فيش تورشن على الكاميرا طيب ايه بقى لا يتحط ايه التسليح اللي هتحط للتورشن تعالوا نبص كده على الكاميرا ديت اللي احنا كنا جايبينها من شوية في العملي وقلنا الكاميرا دي هيحصل فيها الكراكس الهيليكال الحلزونية اللي هي بتلف حوالين الكروس سيكشن الكراكس اللي هي بتلف حوالين الكروس سيكشن دي احنا دايما اي شرخ في الخرصانة بنقاومه بنقاومه بايه بنقاومه بحديد تسليح الكاميرا البندين البندين كراكس او الفلكشور كراكس بتعمل شروخ رأسي في الكاميرا بنعمل ايه بنحط حديد طولي على طول الكاميرا يقاوم الشروخ دي تحت هنا يعني لو في بندين هنا هتلاقي في كراكس بيرتيكال كده فعلا بنحط حديد سوفلي يقاوم الكراكس ديت الشير كان عندنا شرخ كده في الشير فبنعم نحط كنات رأسية كده تقاوم الكراكس ديت طب هنا عندي كراكس ومش يعني ده مالية الكاميرا كلها وعمالة لف حوليني الكاميرا هاليكل فأول حاجة طبعا تخطب لبقى لنا نحط كنات برضو نحط كنات عشان أي كنات هتوم قفلة الشرخ معي له شرخ مائل بنحط له كنات فلو الشرخ مائل ده كده حطط له كنات كده هتقفل للشرخ ده بس خلي بالك بقى ده الشرخ مش يمينه وشماله بس لا ده فيه فوق وتحت يعني احنا عايزين إلى ايه كل الأفرع بتاع الكانة بتقاوم الفرع الكان اللي هنا بيقاوم الشرخ ده شايفاني الشرخ ده كده الفرع الهنا ده بيقاوم والشرخ اللي على الوش لناحيتنا ده الفرع الرأسي ده بيقاوم وفي شرخ تحت احنا مش شايفين الفرع الافقي ده بيقوم وفي شرخ وراء برضو عكس الشرخ ده اتجاهه كده الفرع الرأسي ده هيقومه فالافرع بتاعة الكانة في حالة التورشة هنا تبقى كلها شغالة طب وهي كلها شغالة ايه المشكلة لا مشكلة طبعا لو انت جيت وقلت انا عايز اعمل الكانة زي بتاعة الشير لاتسين ده كنت قلت انا عاملها كده 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 واعمل افل الكانة كده ايش دي الكانة اللي احنا عارفنا حافظنا الكانة اللي احنا حافظا لو حابت اعمل الكانة دي هنا كده في حالة التورشة الشرخ اللي فوق ده الشرخ اللي هي في upper face بتاع الكاميرا هتيجي تشد الشرخ هيبقاطع هيبقاطع الكانة دي كده تعال نرسمه بلون تاني خيب عندي فيه شرخ كده مثلا قطع الكانة فتلاقي الكانة دي عليها تنشن الشرخ عايز يفتح فتلاقي الكانة عايزة تفتح فالإفل ده إفل الكانة ده الجنشي ده أو إفل الكانة ده ضعيف ممكن تلاقي الكانة دي راح تفتحت تفتح فعشان كده في التورشن بالذات الكانات بنعملها كده بنسميها كلوزد ستير القفل مش في ناحية واحدة زي ده كده لا القفل موجود في الناحيتين وفي الفرع الرأس العلوي ده فيه فرعين أو فيه جزئين من الحديد أوفرلاب يعني هنا فيه أوفرلاب ما بين الجزء اللي طالع ده كده كده واللي جاي من الناحية التانية تعالنا نعمله بلون تاني وطوع عن نفس الكانة بس يعني برسمي بلون تاني عشان تبان ده هيبقى جاي كده كده ففيه أوفرلاب ما بين الكانة من ناحية دي الناحية دي بنسميها كانة كلوزد دي بتبهيف كأنها حتة واحدة ليه؟ عشان الكراك اللي فوق اللي في الأبر فيز ده هيفاتح الكانة دي والكانة دي مش هتشتغل فلازم يبقى فيه سبلايسينج بشكل أو بآخر بحيث إن تمنع إن الفرعين دول كانة في الفرع اللي هو الأفقي اللي في الكاميرا من فوق يفتح دي أول حاجة دي بنسميها فأول حاجة في التورشن الكانات بتاعتنا كلوزد الحاجة التانية الشروخ دي هتعمل بما إنها حلزونية هتلاقي إن هي هتعمل نوع من الالونجيشن أو الاستطالة للكاميرا الشروخ دي وانت تخلقين أنت مسك الكاميرا بتلفها بيدك والشروخ دي عملة تتكون الشروخ بتفتح هتلاقي الكاميرا هوب 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 تولت هتتحرك طول الكاميرا يحصل لها استطالة ناحية إيدك اليمين دي هتتحرك يمين وناحية إيدك الشمال دي هتتحرك شمال بسبب الشروخ اللي تكونت جوه الكاميرا لأنها الشروخ مستمرة وحلزونية فيحصل إيه بقى؟ يحصل نحن محطين حديد طولي اللي هو اللي باللون الاسود ده اللي أنا ماشي عليه بإيدي ده الحديد الطولي دوت بيقاوم الاستطالة اللي بتحصل في الكاميرا نتيجة الشروخ الهيليكال اللي بتتكون فيبقى احنا عندنا تسليحة تورشن حاجتين كنات وكنات لازم تبقى كنات مغلقة دي نمرة واحد ونمرة اتنين حديد طولي الحديد دوت هيبقى متوزع على البريمتر الخارجي بتاع الكاميرا تعالى نشوف اول حاجة اللي هي الرينفورسمينت فور تورشن اللي هي دي اللي هي زي ما اتفانى اللي كان المغلقة اللي هي دي هنحسبها ازاي الكنات ديت اللي هي معادلة فيري سيمبل وسهلة جدا بتقول ان الاريا بتاعت الستيراب بتساوي الام تي التورشن مومنت في اس اس ده ايه خدناه في الشير قبل كده ده من الاس اللي هي السبايسنج بتاع الكنات يعني لو خمس كنات في المتري يبقى الاس دي عشر سنتي لو تمام كنات في المتري يبقى الاس ايه اتناشر سنتي ونص فديت الاس على اتنين ايه نوت ما تسألنش بقى ايه نوت دي ايه خلاص ايه نوت دي احنا حفظناها اللي هي point eight five من ال ايه نوت اتش اللي هي الاريا جوه ال كانة جوه الكانة بتاعتها اللي هي P1 في T1 في F-Y ستيراب على جامس F-Y ستيراب ليه F-Y ستيراب لان اليلد بتاع الكنات ليس بالضرورة ان هو اليلد بتاع المين ستير وبالعكس ده دايما بيبقى قل بيبقى ميلد عشان تشكيل الكنات بيبقى الحديد بتاع الكنات ميلد ستير ده الاريا ستيراب بتاعت الكنات معادلة سهلة جدا وفاش اي هسهل حتى من الشير بس فيها نقطة بقى واحدة مهمة قوي اللي بيطلع لنا من المعدة ديت ال-ASTR ديت مساحة الفرع الخارجي اللي هو ده 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 في الشير كان اللي بيطلع لنا مجموعة مساحة الفرعين الرأسيين لا هنا مساحة فرع واحد منهم يعني مش اللي اتنين لا واحد بس يعني ده كده ال-ASTR اللي هي area of one branch يعني لو طلت ال-ASTR مثلا 50 ملي يبقى كانتك في 8 في الشير لو كانت ال-ASTR بتطلع مثلا مثلا يعني 100 ملي 100 ملي ديت كنا بنقسمها على ال-2 الأول نقول 100 ملي على ال-2 عشان هما فرعين مثلا يبقى area بتاع الفرع ال-51 يبقى استخدم في 8 هنا لا هنا لو طلعت لمية ملي ادور على ايه السيخ اللي مسحته 100 ملي هنلاقي ان اقرب حاجة بنسبة لنا اللي هو في 12 اللي هو 112 ملي ولا 113 ملي يبقى نستخدم في 12 ما قسماش على ال-2 يعني بتطلع دي مساحة one branch only الفرع واحد دي حاجة جوهرية فرق جوهري بين الشير وبين التورش فدي اول حاجة طيب الحاجة التانية مساحة الحديد الطولي اللي هو الحديد ده بقى حديد اللي بنوزعه على section مساحة الحديد الطولي بيساوي ال-ASTR اللي أنا طلعتاه يعني المعادلة دي اللي فو دي لازم تصبق ديت أحسب دي الأول ASTR اللي أنا طلعتها اللي مساحة one branch يعني بتاع ال-Kanet على S على spacing بتاع ال-Kanet في PH اللي هو ال-Primeter بتاع ال-Stirups ال-Hoop parameter في FY Sterup على FY longitudinal ال-Ratio ما بين ال-Yield Stress بتاع ال-Kanet على ال-Yield Stress بتاع الحديد الرئيسي ال-Longitudinal RP دي مساحة ال-ASL بتحط إزاي ASL طب بتبصش على معادلة المين وديعش متخضش تعال بس الأول يعني داريها بإيدها كده وبص على يمين تحط تتحط تتوزع على ال-Primeter بتاع الكاميرا ده الحديد الطولي اللي هو متوزع بالتساوي على ال-Edge الخارجي بتاع الكاميرا في الاتجاه الطولي طبعا بيتحط زي كنات shrinkage إن هو المسافة بين الفرع والفرع لا تزيد عن 300 ملي طيب هتقولي طب أنا حطت هنا مثلا وزعت هنا إن دي ما تقلش عن 300 ملي وحطت 3 و3 طب التلاتة اللي هنا والالتات هنا أحطهم إزاي مش أنا عندي حديد علوي وحديد سوفلي آه عندك حديد سوفلي خد الاريا بتاعتهم وجمعها على الاريا بتاع الحديد العلوي ووزع الحديد براحتك هنا هنا الحديد سوفلي مثلا كان طالع لك 4.2 1.16 3.6 أي كان من تصميم المومنت وجيت هنا لقيت هتضيف له 2.12 من حزبة بتاعة الاس اللي ديت خد الـ 2.12 واجمعهم على الـ 3.16 كأريات 3.16 يعني 3 في 2 سنتي 6 سنتيمتر مربع والـ 2.13 2 في 1.13 يعني 2.26 سنتيمتر مربع اجمع 2.26 على الـ 6 يطلع 5.26 5.26 دي حطهم بقى زي ما يعجبك حط 3.16 حط ما فيش مشكلة يعني انت بتحسبها كأريا اللي هو شوية اللي تحت والشوية اللي فوق تحسبه كأريا وتجمع على الـ لكن على الجناب دول تحطهم بقى زي موضوع الـ توزعهم بطارية الشرينكتش ده المعادلة اللي بقولك ما تتخضش اللي هي المعادلة اللي هي المعادلة بيتحسب بالمعادلة الطويلة ديت المعادلة دي يعني في 99% من الحالات مش هي اللي هتحكمني اللي هيحكمني ديت لكن في بعض الحالات اللي هي لما يكون بوكس سكشن هنشوف في مثال في آخر المحاضرة بوكس سكشن ساعات هي دي اللي بتحكمني بطول ايه بقى المعادلة الـ بيساوي 0.4 جزر F C على Gama C في A C B هي على F Y Longitudinal على Gama S ناقص الـ area sterob على S في parameter في F Y sterob على F Y Longitudinal الـ الأول بس نشوف ACB عشان ما نعدي هي B T مش B1 في T1 لا B في T نفسها الـ area بتاعت cross section كل طيب الـ phi بتاعت الحديد Longitudinal دوت ما تقلش عن 12 ملي زي ما كنا بنعمل في الآ shrinkage bars عادة كنا بناخد 12 ملي دي ما تقلش برضو عن 12 ملي الـ S اللي وال spacing بين ال canad ما يقلش عن سوري ما يزدش عن ال parameter على 8 و ما يزدش عن 200 ملي ده كده معادلات التورش دلوقتي زوم بيقوللي لزان 1 مينت فأنا يعني هقفل الجزء ده من المحاضرة يعني كده هخلصنا كل حسابات التورش موضوع يعني شكله كده غتت بس هو بسيط يعني مفوش فأنا هقفل المحاضرة الجزء الأوليان من المحاضرة هعمل record للفايل على ما عمل record هاخد له converting حوالي دي 2 3 وهرجع أكمل تاني معاكو بقية المحاضرة من أول slide number 8 ولو فيها أسئلة هنبتداف في بداية الجزء التاني على تاني